بسم الله الرحمن الرحيم نكمل ما بدأناه عن السيتس اللي هي المجموعة هذا الفيديو بنبدأه بجزء مهم جدا اسمه سيت بيلدر نوتيشن سيت بيلدر نوتيشن يعني مثلا نوتيشن المعناها الترميز بيلدر مثلا البناء وست اللي هي المجموعة يعني مثلا الترميز البنائي للمجموعة او رمز المجموعة او التعبير البنائي عن المجموعة ازاي عبر عنها المجموعة عبر عنها ازاي يوجد طريقتين للتعبير عن المجموعة الطريقة الاولى تسمى طريقة اسمها طريقة السرد يعني ايه السرد السرد دي هي طريقة يتم فيها ذكر جميع عناصر المجموعة. يعني مثلا على سبيل المثال. قدامي المثال ده بقول ليه? the set of natural number N بتساوي كذا. ايه يعني natural number? natural number يعني الاعداد الطبيعية. مجموعة الاعداد الطبيعية هي N بتساوي. افتح قصل set المجموعة واكتب واحد اتنين ثلاثة وا 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 الى مالا ناعية. هذه اسمها العناصر بتاعة المجموعة العدد الطبيعية. ده كده رمز. طيب المجموعة الاولى انا كده ما عبرتش عنها. بطريقة الوصف اللي هو اللي هي الوصف. كده عملت طريقة ايه? السرد. ايش السرد? واحد اتنين ثلاثة وعملت نوقت 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 لانها مجموعة تسمى مجموعة غير منتهية. ما اقدرش اوصل لاخرها. انما تعرف المجموعة التانية دي كده اركز كده معي. دي طريقة برضو اسمها طريقة السرد. واحد اتنين ثلاثة اربعة. وقفلنا القوس. طالما افلنا القوس اذا احنا كده خلصنا. ما فيش نوقت جوه. طالما ما فيش نوقت جوه اذا هذه المجموعة منتهية. خلي بالكم الاولى عملنا ايه? فيها نوقت واحد واثنين وتلاثة فصلة نوقت 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 نوقت. اذا هذه ممتدة غير منتهية. انما هنا فتحنا القوس وبعدين كتبنا قد جوه القوس ايه? واحد اتنين تلاثة اربعة. في حاجة تاني? لا. افل القوس. افلنا القوس. اذا دي ما سميها مجموعة منتهية. يبقى انا كده كتبتها. كتبتها بدلالة كل عناصرها. هنا ايه اللي بين القوسين? يقول لي زا سيت كونتينج زا فرست فور كونتينج نامبر. عفوا. زا سيت كونتينينج زا سيت كونتينينج زا فرست فور كونتينج نامبر. يعني هنا ده بقى اسمها مجموعة طريقة دي بقى. طريقة الوصف. بوصف الاربع ارقام دي. ايه الاربع ارقام دي هي الاربع ارقام الاولى من ارقام العد يبقى انا كتبت تعبير وصفي وصفت العناصر ايه هي العناصر هي الاربع او الارقام الاربع الاولى من ارقام العد المجموعة زي ست كونتيننج تحتوي تحتوي ايه زي اعداد الاولى الاربع الاولى او الاربع اعداد الاولى من اعداد الاعد او من ارقام العد اللي هي كونتينج نامبر الكلام المكتوب بين القوسين دس مطارقة الوصف الكلام اللي هو واحد واثنين وطرعة واربع معناها طريقة السرد سرد يعني باكتب كل عناصرها اكتب كل عناصرها واقفل عليها القوس ازا كانت منتهية واكتب كل عناصرها واكتب نقط 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 وابافل القوس ازا كانت غير منتهية طيب برضو هنا طريقة دي زي كده بولي الست بي بتساوي الست بي بتساوي اكس حيثو اكس خلي بالك بقى من الطريقة دي اكس الخط اللي بين الاكس وك ده يقرأ حيثو اكس حيثو اكس is a natural number بس لا مش natural number بس ده حددو بتوين اتنين وسبعة يبقى انا كده وصفت مجموعة اكتب بي حيثو بي بتساوي اكس بي بتساوي اكس حيثو اكس هي عدد طبيعي ما بين اتنين وسبعة دي طريقة طب انا عايز اكتب المجموعة اللي بتعبر عن الكلام ده اهو بي بتساوي اهو عايزين عدد اللي بين اللي اتنين والسبعة خلي بالك اللي بين اللي اتنين والسبعة بين اتنين وسبعة يعني للاتنين فيهم ولا السبعة فيهم اشيل الاتنين والسبعة واكتب ما بينهم ايه اللي بينهم تلاتة واربعة وخمسة وستة افل يا باشا يبقى احنا كده عبرنا عن المجموعة الموصوفة بالكلام ده اهو تعبير اهو المجموعة الموصوفة بالكلام ده طيب ممكن اقولك بي بتساوي اكس حيثو اكس دولة عربية دولة عربية اذا نعمل قصين واكتب جميع الدول العربية بين القصين تقولي اكتبها كلها اكتبها كلها مهي معروفة ومحددة معروفة ومحددة يبقى دي طريقة الترميز لرمز البيلدر او رمز الست ازاي اعبر عنها واحنا بنتكلم حاليا ذكرنا وصفين للمجموعات قلنا هناك مجموعة منتهية ومجموعة غير منتهية مجموعة اعرف جميع عناصرها ومجموعة تانية مش عارف اكتب كل عناصرها لانها مجموعة ممتدة وطويلة ولا نهائية يبقى يعني بعد كده يعني معنا كده بنقول ايه بنقول الفنت والانفنت ستس يعني ايه فنت معناها منتهية وانفنت يعني غير منتهية المنتهية اللي انا عارف كل عناصرها الغير منتهية اللي انا مقدرش احدد واحصل كل عناصرها يبقى الفنت ست is one is one that has a limit number عدد محدد of elements عدد محدد من العناصر يعني هذه المجموعة الاولى اسمها فنت فنت ليه لانها واحد واثنين وثلاثة واربعة وادمتم افن القوس خلصنا طيب التانية واحد واثنين وثلاثة نقط 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 لحد عشرين خلصنا مفيش خلصنا كده انما انا لو عملت كده خلي بالك كده هكتب كده اهو ايه بتساوي واحد واثنين وثلاثة ونقط نقط 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 يبقى انا كده غير منتهي طالما النقط دي في الاخر معنى ذلك ان عد بقى لين ما تتعم عد بقى لين ما تتعم يبقى احنا هنا بنقول الفنت هي المنتهية اللي عناصرها معروفة ومحددة انما الانفنت اللي هي الغير منتهية يعني هنا برضو هذه المجموعة بطريقة الوصف المجموعة الاولى والتانية بطريقة السرد المجموعة التانية بطريقة الوصف بتقول ايه اكس حيث اكس از اناتشور النامبر بتوين اتنين وسبعة طب من الناتشور النامبر يا جماعة بتوين اتنين وسبعة معروفين ومحددين تلاتة واربعة وخمسة وستة عشان كده اقدر اقول عليها فينت فينت يعني محددة معروفة عناصرها معروفة ومحدودة تعالوا بقى في الانفنت الفنت ستس المجموعات غير المنتهية بنقول هنا is one that has no limited number no limited number يعني اعداد غير نهائية اعداد غير نهائية من العناصر من ال elements زي n بتساوي واحد اتنين تلاتة ونقاط نقاط 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 او بنقول عليها natural counting number اعداد العد الطبيعية يبقى احنا كده عرفنا ايه الليمت وايه ايه الفنت وايه الانفنت طيب هنا لما اجي في المجموعة دي اللي فوق دي او يقول لي واحد وثلاثة وخمسة لاحظ ان واحد وثلاثة وخمسة هي الاعداد اللي هي ايه اللي هي الفردية والأود نمبرز طب هل الأود نمبرز دي معروفة ومحدودة طبعا لا لانها لا نهائية ايه بتساوي واحد وثلاثة وخمسة وسبعة وتسعة وحداشر وا 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 الاخيرة غير محدودة عشان كده اقول عليها ايه infinite infinite طب هنا في اتنين واربعة وستة الافل نمبرز الافل نمبرز معروفة طبعا معروفة بس غير محدودة ممتدة لا نهاية اتنين واربعة وستة وتمانية وعشرة واثناشر وانفينت ممتدة طب احنا كده عبرنا عن الانفينت بمجموعة السرد تعالوا اتكلم كده عن فيها بالوصف شوفوا موصوف ازاي F بتسوي X حيث X is a fraction number between 0 و 1. خلي بالكم بقى من النقطة دي. fraction number between 0 و 1. يعني عدد كسر ما بين الصفر و الواحد. خلي بالكم بالنسبة لخط الاعداد. هنا 0 وهنا واحد. ايه الاعداد دي بنزير واحد. اعداد لا نهائية. لا نهاية لها. ممكن اكتب ايه? واحد من مليون. اتنين من مليون. تلاتة من مليون. معنى ذلك ان انا هعدد لحد مليون لعشرة وصل لواحد. طب انا ممكن اكتب ايه? واحد من من عشرة مليون. واحد من عشرة مليون. يعني اكتب هنا كم? ست صفار اهو. ست صفار عليها صار. كده. واحد من عشرة مليون. بعدين اتنين من عشرة مليون. تلاتة من عشرة مليون. اربعة من عشرة مليون. جزء صغير جدا. عشان اوصل لواحد. ممكن اكتب واحد من مليار عشان اوصل لواحد. اذا الكسور ما بين الزير والواحد اعداد لا نهاية. لا حصرة لها. اهو كده بنا. ما بين اي عددين متتاليين طبيعيين. زرار انفينتلي ميني فراكشنز. هناك عديد من الكسور الغير نهائية. الغير نهائية. كسور غير نهائية. كسور لا نهاية. اذا عشان كده بنقول ان هذه المجموعة اف بنقول عليها برضو ايه انفينت تبع المجموعات الانفينت. طيب نشوف مثال بقى كده نلم بيه الجزء اللي احنا اخدناه البسيط ده. بيقول هنا في المثال اجزامبل وان يوزنج سيت نوتيشن. استخدم الترميز الخاص بالمجموعات والتعريفات الخاصة بيها. وبيقول ايه بقى المطلوب؟ ايدنتفاي. يعني ايدنتفاي يعني حدد. حدد ايتش سيت از فينت او انفينت. حدد لي مين السيت في اللي جاي دول انفينت او اورفينت. كمان. ديترمين بيين هل العشرة هذه الرقم عشرة is an element of the set. يعني هو عنصر من عناصر الست اللي جاية دي. او هل هو belong to or not belong to? اول حاجة ايه? ايه واحداشر واثناشر وطلاتاشر واربعتاشر وقفنا. ايش هازي؟ سيت مالها? فنت ولا انفنت؟ طبعا فنت. ليش فنت؟ لانها محددة من سبع لاربعتاشر وسلامتك على كده مفيش تاني. طب هل العشرة منها؟ نعم اقول له عشرة belong to a. عشرة تنتمي ايه؟ جميل. التانية. بيقول ايه؟ واحد وربع. واحد على ستاشر. واحد على اربعة وستين. خلي بالك ان انا كده بصغر عن الواحد. يعني انا كده متجه من الواحد للصفر. متجه من الواحد الى صفر. واحد وربع. يعني كده بصغر. واحد على ستاشر بصغر اكتر. واحد على اربعة وستين بصغر اكتر. وهكذا. اذا في الحالة دي انا محصور ما بين الواحد والصفر. بس انا اعداد لا نهائية. لانها كسور ما بين الواحد والصفر واعداد لا حصرة لها. وبالتالي هقول عليها infinite. طب هل الاعداد دي فيها العدد عشرة? العدد عشرة? not belong. not belong بي. يعني لا ينتمي الى بي. هذا التعبير اللي بيعبر عن البي لا يحوي الرقم عشرة فيه داخل عناصره الموضح. طيب سي بيقول لي اكس. حيث اكس is a fraction between واحد واثنين. واحنا قلنا ان الفراكشن between any two numbers لا حصرة لها ولا حدودة لها. يبقى عبارة عن ايه? infinite. وتاني العشرة don't belong. don't belong see. لان احنا هنا ما بين الواحد والاثنين. اش دخل العشرة? العشرة لسه بعيدة. اخر واحدة. بيقول لي اكس. دي طريقة اسمها دريقة الواصف لبالكم. اكس. حيث اكس is natural number. between 9 واحداشر. لما اجي عبر عنها بطريقة السر دي هكتب كده. ما بين 9 واحداشر يعني ايه? يعني عشرة. ما فيش غيرها. between 9 واحداشر. ما بين التسعة والحداشر. ايه اللي بعد التسعة? عشرة. بس ماقولش احداشر. لاني بين. لو قال لي خلي بالكو كده اخلي بالكو. لو قال لي from 9 to 11 هكتب كده. يبقى دي بتساوي. تسعة وعشرة واحداشر. لانه قال لي هنا من تسعة الى حداشر. هناخد من تسعة الى حداشر. يعني ابدأ بتسعة. وامر بجميع الاعداد وانتهي باحداشر. طب بدأنا من تسعة وانتهينا باحداشر. هو قال لي natural number يعني الاعداد الصحيحة الموجبة. الاعداد الصحيحة يعني ما هاخدش كسور. لانه هو قال لي هنا حدد لي natural number. natural number. طيب هل اللي انا كتبته ده finite ولا infinite? طبعا finite. محدد. طب هل العشرة منه? نعم ده هي بس ما فيش غير العشرة اصلا. هي بقى اقول له ان العشرة belong to المجموعة دي. وبكده خدنا مثال غطنا بالجزئية اللي فاتت دي. ناخد مثال تاني. بقول لي برضو listing يعني ايه? يعني اسرد المجموعات او اعمل لي listة بالمجموعات. element of asset. use set notation and write the elements each set. طيب خلي بالك بقى. الايه? خلي بالك ان اللي اتنين دول بطريقة الوصف. عايز اعبنهم بطريقة السرد. الايه? هزي هعمل جروب ايه? او المجموعة بتساوي. بقول عليها ايش? natural number. لزان خمسة. عدد طبيعي اقل من خمسة. اول حاجة ايه هي العدد الطبيعية? هي الاعداد الصحيحة المجموعة. يعني واحد واثنين وتلاتة واربعة وانت ماشي كده على طول. طيب احنا عايزين عدد اللي هي لزان خمسة. يعني واحد واثنين وتلاتة واربعة وبس. ما قالش خمسة عشان كده هوقف قبل الخمسة. طيب التانية. عايزين نعبر عن التانية هسميها بيه? هتساوي بيقول عليها ايه? natural number greater than. خلي بالك. greater than 7 and less than 14. يعني between 7 واربعتاشر. بين 7 واربعتاشر. ما بين 7 واربعتاشر. طيب السابعة مش معانا. لانه قال لي هنا greater than 7. يعني اكبر من سبعة. و natural number يعني لازم يبقى عدد صحيح. طبيعي العدد صحيح اكبر من سبعة? تمانية. وبعده تسعة. وبعده عشرة. وبعده احداشر. وبعده اتناشر. اربعتاشر لأ. لانه قال لي اقل من اربعتاشر. موفقين ونكمل في المقطع الجاي ان شاء الله. اشتركوا في القناة. اشتركوا في القناة. شكرا